عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جلسة محادثات مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وذلك على هامش زيارته لمذريد للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى العربي الإسباني للخدمات السمعية والبصرية العامة أفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بالقاهرة أن الأمين العام أجرى كذلك مبحثات موسعة مع وزير الخارجية الإسباني خصيم مانويل الباريس وأوضح البيان أن أبو الغيط عبر خلال اللقاء عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء وإسبانيا مشيدا بعمق هذه العلاقات في ظل الروابط التاريخية التي تربط الجانبين موسيقى